يا دكتور أحمد اللي واضح نو برضو كان عمال يتابع هذا الحديث بمنتهى الاهتمام ومركز فيه كده مركزات البروتين من شرش اللبن أو نواتك صناعة الجبنة صحي كده؟ عشان برضو قبل ما نتكلم أفنا كنت قاعدة عمال طبق بفتي يعني بسأل ما حاولت شافتي والله كنت بسأل مش هو ده المصلة لأ المصلة ده بقى حاجة تانية قاعد شرح لي شرح لي أكتر دكتور هو طبعا ببساطة يعني شرش اللبن دوت هو عبارة عن الراشح اللي بيطلع أثناء صناعة الجبنة فيه طبعا أنواع منه يعني ممكن فيه الشرش الحلو فيه الشرش الحامدي حسب نوع الجبن اللي بيصمع يعني هو في الأول طبعا اللبن بيتحول لخسرة والخسرة دي بعد التصفية بيطلع الشرش ويطلع بعد كده الخسرة تبقى جبنة يعني وفيه أنواع زي ما قلت لحضرتك اللي هو الحامدي والحلم وده لي استخدام وده لي استخدام يعني احنا ممكن ده يبقى ليه applications أو تطبيقات في الأغذية بشكل عام والشرش الحامدي ليه تطبيقات أخرى يعني فاحنا طبعا هي فكرة المشروع في البداية كانت بعيدة خالص عن الشرش احنا كنا بنفكر في اتجاه تاني هو ازاي احنا نحافظ على كميات المية المحتارة يعني احنا بطبيعة الحال احنا بنجي نبص على صناعة الأجبان مصر من أولى الدول في منطقة الشرق الأوسط في صناعة الأجبان فاحنا فيه كميات كبيرة جدا بتنتج عندنا من الأجبان خاصة الأجبان الجفة طبعا وده كانت نقطة انطلاق لفكرة المشروع ففكرة المشروع ان كميات الشرش اللي منتجة كميات كبيرة جدا احنا ما نيجي حسب يعني نحسبها تصافة جبنة الجفة يعني احنا ممكن نحصل على كيلو جبنة مقابل لها في 9 كيلو أو 10 كيلو شرش دول بيتريمو الأجبان الجفة دي ليه إذا الجبنة الرومية؟ بالزبط والأمن تهال والسويسري وكل الأجبان اللي هي الجفة اللي بالشكل دوت دي بتصافي بتاعها بيكون قليل ليه لان هي طبعا بيقليها معاملات معينة وفي ضغط معين عشان نقدر ناخد الجبنة الجفة بالشكل ده فكل الرطوبة وكل الماء اللي طلعت دي طلعت في صورة شرش طيب احنا ما نيجي نبص على الشرش هل الشرش ده حاجة مفيدة ولا حاجة ضرة طبعا احنا لو تخلصنا من الشرش بالشكل التقليدي إن أنا أرمي مثلا في المصارف المائية أو في الأنهار كل الكلام ده طبعا ضار بالبيئة تماما لين إن فيها مادة عضوية والمادة العضوية مش قليلة مادة عضوية كبيرة طيب المادة العضوية دي أنا ما استفدش بيها ليه إيه اللي خليني أرمي حاجة زي كده ولها قيمة احنا ما نيجي نبص للمنتجات اللي بنشتريها منبرة الوي بروتين ده من أغلى البروتينات اللي موجودة له قيمة حيوية على جدا ودي راجعة لنوعية البروتين البروتين دوت يحتوي على الأحماض الأمينية الضرورية اللي هو الأحماض الأمينية الضرورية ودي الجسم ما بيقدرش يخلقها ودي موجودة قريدي في البروتين تاني حاجة تمثيل الغذائي للبروتين ده بيكون عالي جدا داخل الجسم عشان كده الرياضيين دايما بيلجأوا للبروتين دوت عن أي نوع بروتين أغلى لأن التمثيل الغذائي بيكون سريع الغضم بتاعه سريع وفي نفس الوقت يمثل داخل الجسم بسرعة وبالتالي يعني أسعاره عالية جدا والبروتين ده موجود قريدي في الشرش خاصة الشرش الجموسي دوت ممكن ما يكونش فيه ناس هلقت النظر عليه أو يعني اهتمت به الشرش اللبن الجموسي بشكل عام برضه مخدش الاهتمام الكافي يعني طبعا إحنا هنا لأن اللبن الجموسي من الألبان المميزة لما نيجي نشوف التركيب الكيميائي بتاع اللبن الجاموسي مختلف تماما عن اللبن البقر يعني معظم الأبحاث خاصة في أوروبا والدول ديات كلها بيركزين على اللبن دوت أما اللبن عندنا اللبن الجاموسي مختلف تماما في التركيب وفي الخصائص بتاعته فكانت فكرة إن إحنا إزاي نوجه كميات اللبن كميات الشرش اللي بتهضر ديات في أن أول حاجة أستفاد من كميات الماء يعني أنا فكرت الأول إزاي إن أنا يعني أعيد استخدام الشرش دوت في المنتجات بتاعتنا كويس؟ طيب وزي ما قلت لحضرتك كميات الشرش اللي ممكن تنتج عشان طلع كيلو جبنا كمية الشرش ممكن تطلع عدقية يعني كبيرة جدا طبعا ومش يعني مفعش إن إحنا نغض الطرف عنها يعني ففي حاجة اسمها الوتر فوت برينت الوتر فوت برينت ده هي كمية الماء اللي موجودة في الغزاء وده مهمة أول إن إحنا نركز فيه إحنا فيه كمية كبيرة من الماء من المقننات المائية لينا هنا في مصر جاية من الغزاء نفسه إحنا مش بس مصدر الماء عندنا من النهر النيل أو الأمطار أو الماء الجوفية لأ فيه المصدر الآخر هو الكميات الأغذية اللي موجودة عندنا وده موجود فيها برضو نسبة ماء طبعا زي ما قلت لحضرتك الشرش ده نسبة الماء اللي فيه بتوصل ل95% معنى كده إن ده ماء يعني في الأساس ماء بالإضافة للمكونات اللي ليها قيمة حيوية عالية فده رقم واحد إن أنا أحاول أوفر كميات الماء اللي أنا بستهلكها بإن أنا أستخدم الشرش دوت كبديل في الصناعة حلو طيب وباعتبار ما إحنا عايشين في مصر طبعا وفيه أنظمة كتيرة في الصناعة بدأت تاخد نظام الانتجريت سيستيم اللي هي أنظمة الصناعة المتكاملة فبنلاقي مصنع بيصنع ألبان وفي نفس الوقت بيصنع عصير طيب إحنا ليه ما نبدأش نربط بقى الكلام ده بقى ليه ما ناخدش الشرش بالقيمة الغذائية بتاعته إحنا ما نيجي نبص على التركيبة بتاعته هنلاقي فيه بروتين الشرش وده بروتين قيم جدا أنا مش عايز برضو أكل في الصناعة حتة إن أنا أقول له زود تيكنولوجي أنا مش عايز أزود عليه تيكنولوجي أنا بقول له ببساطة خالص خد الشرش دوت وابدأ استخدمه كمنتج حضرتك ممكن الشرش ده نبدأ ناخده ونضيفه كبديل للمية إحنا عشان ننتج مثلا شراب أو ننتج نكتار محتاج المية طيب أنا ليه ما ضيفش الشرش خاصة الشرش الحلو لأن الشرش الحلو أقدر استخدمه في مجالات كتيرة غير الحاميدي الحاميدي دي استخدامات أخرى هنتكلم فيها نبدأ نضيفه في العصير أنا ضيفت هنا منرالز عناصر معدنية الجسم محتاجها فيتامينز موجودة فيه ما اهترتهاش ورامتها وفي نفس الوقت البروتين اللي هو عالي القيمة الحيوية طلعت منتج نقدر نقول عليه فانكشنال فود أو أغذية وظيفية لأنه فيه بروتينات يعني احنا في جأحة كورونا رقم واحد كان أكتر بروتين شائع في أنه هو ممكن يبدأ يواجه الفيروس ده كان الاكتوفيرين وفي معظم الأدوية ورشتات الدكاترة كانوا بيقلوا أو بيوصوا باستخدام الاكتوفيرين من ضمن البرنامج العلاجي ليه؟ لأنه هو أساساً بطبيعة الحال ليه خواص أنتي ميكروبيل عالية وفي نفس الوقت أنتي فيروس ده موجود برضو في الشرش فيه برضو حاجات تانية بيتا الاكتوفيرين البروتينات المناعة كل الكلام ده موجود أنا ليه ما أتخلص منه يعني الشرش ده في كل الكلام ده؟ ومليا الأسواق وبصدر منها وميت فل بصدر